اشتركوا في القناة نعم حلل يدويري سأحلل إذا أردت أن تسألني عن شعوري وإحساسي أقول لك قلت أجمل وسام كنت أحلم بوفعه على صدري أن أنادى من قلب المعركة حلل يدويري هذه شهادة أفتخر أعتز بها أني ما قدمته يتماشى مع الحدث وإن كان لا يرقى إلى مستواه عندما أشاهد هذا العمل البطولي أتحرك وجدانيا أنفعل تتغير قسمات وجهي تتغير نبرة صوتي رغم أنفي أدخل وأنا مصمم على الحياد المطلق لكن الحياد المطلق نعم حافظت عليه في توصيف الواقع عندما كنت أحلل عن أي معركة كنت أحلل بمنتهى الحياد وكنت أقول لو لم يقدم القسام كذا لن أستند إلى ما قدموه عندما كنت أقارن ما بين الفيديوهات من القسام أو الجهاد أو الفيديوهات ملكية للإسرائيلي كنت أعلق والبعض كان يعتبر أنني متحيز لا أنا كنت أحص في الواقع بس عندما أشاهد بالأمس فيديو تم تدمير خمسة دبابات بخمسة قذائف نعم هذا مدعاة فخر وإذا لم أشعر بالفخر فأنا تخلت عن عروبتي